بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم أبناء التلاميذ متابعية الأفاضل في قناتكم قناة التميز في العلم الطبيعية للطول المتوسط ألتقي بكم أبناء التلاميذ اليوم في فيديو جديد حتى أقدم لكم سلسلة تمرين مع وضعية إدماجية تتعلق بالعوامل المناخية وكيف تؤثر على المنظر الطبيعي قبل أن نبدأ أبناء التلاميذ متابعية الأفاضل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يسي لكم كل جديد بإذن الله نبدأ بسم الله وعلى بركة الله تعالى مع أول تمره تغير المناظر الطبيعية بفعل عوامل عديدة من بينها العوامل المناخية التي تؤثر على الصخور بعدة أشكال وهو ما توضعه الوثيقة المقابلة المطلوب واحد سمي البيانات من واحد إلى أربع اثنين تمثل المراحل ألف با جيم مراحل تغير منظر طبيعي سمي هذه المراحل مع شرح بسيط لكل مرحلة ثالثا اشرح كيفية تأثير الحرارة على الصخور مر مباشرة لمناقشة وحل هذا التمره سؤال أول تسمية البيانات المرقمة واحد تمثل مياه الأمطار اثنان تمثل شقوق موجودة بالصخور ثلاثة تمثل صخور متفتتة عبارة عن حجارة وحسن أربعة يمثل حوض ترسي اثنان تسمية البيانات ألف باجي مع شرح بسيط لكل مرحلة المرحلة الأولى هي مرحلة الحد تعمل العوامل المناخية المتمثلة في الحرارة المياه والرياح على تشقق الصخور وتفتتها با مرحلة النقل تعمل الرياح والمياه على نقل الصخور المتفتتة إلى أماكن قريبة أو بعيدة إذن في عملية الحد تتدخل العوامل الثلاثة مع بعض الحرارة والمياه والرياح أما في عملية النقل فيتدخل ماعد المياه والرياح المرحلة جيم هي مرحلة الترسيب تترسب الحجارة والحصى والصخور المتفتتة في أحواض قد تكون هذه الأحواض نسميها أحواض ترسيب وهي عبارة عن منخفضات قد تكون بحر أو يابسة أو نهر أو بيديان إذا غير ذلك وتشكل مع مرور الزمن صخورا جديدة وتضاريس جديدة السؤال الثالث كيف تؤثر الحرارة على الصخور؟ تؤثر الحرارة على الصخور بطريقتين إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة نحن نعلم بأن الصخور تتكون من معادن ولذلك فهي تتمدد وتتقلص بفعل الحرارة لذلك في التأخير المباشر نقول تؤدي الفوارق الحرارية بين الليل والنهار إلى تمدد وتقلص الصخور ومع تكرار العملية يحدث تشقق بهذه الصخور أما بالنسبة للتأثير الغير المباشر للحرارة فإن تجمد الماء بين شقوق الصخور بفعل البرودة يزيد أو يؤدي إلى زيادة الشقوق ومع الوقت يحدث تفتت للصخور والآن نمر دون إطالة للتمرين الثاني تتأثر المناظر الطبيعية بعوامل المختلفة مثل العوامل المناخية المطلوب حدد التأثير المشترك لكل من المياه والرياح على الصخور اثنان اشرح طريقة التأثير الغير المباشر لدرجة الحرارة على صخور المناظر الطبيعية وأخيرا اشرح آلية تشكل الصخور الرسوبية أو اشرح آلية تشكل التضاريس الرسوبية نمر دون إطالة لمناقشة وحل التمرين الثاني السؤال الأول تحديد التأثير المشترك لكل من الرياح والمياه على الصخور إذن كل من الرياح والمياه يشتركان في عمليتين العملية الأولى هي عملية الحد الرياح والمياه كلاهما يعمل على حد الصخور والعملية الثانية هي عملية نقل الصخور التي تم تفتيتها أو التي تعرضت لعملية الحد إذن تشتركان في عمليتين هامتين وهما الحد والنقل ثانيا شرح طريقة التأثير الغير المباشر لدرجة الحرارة على الصخور إذن قلنا يؤدي تجمد الماء أو المياه بين شقوق الصخور بسبب البرودة إلى زيادة تشقق الصخور وتفتيتها لأننا نعلم بأن الماء إذا تجمد زاد حجمه وبالتالي إذا تجمد داخل الشقوق فإنه سيزيد في حجم تشقق الصخور ومع مرور الوقت يحدث تفتت لهذه الصخور سؤال الثالث شرح آلية تشكل الصخور الرصوبية أو التضاريس الرصوبية يحدث ذلك حسب ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة الحد أو عملية الحد حيث يحدث تشقق وتفتت للصخور بفعل العوامل المناخية الثلاثة المتمثلة في الحرارة والرياح والمياه المرحلة الثانية هي مرحلة النقل حيث تقوم الرياح والمياه بنقل نواتج عملية الحد وهي عبارة عن الصخور المتفتتة يتم نقلها من مناطقها الأصلية إلى مناطق قد تكون قريبة أو بعيدة المرحلة الآخرة هي مرحلة الترسيب حيث تترصب المواد المنقولة في منخفضات نسميها بحواظ الترسيب قد تكون بحر أو يابسة والمهم أنها تكون منخفضات مشكلة سخورا رصوبية وتضاريس جديدة طبعا يكون ذلك مع مرور الزمن والآن نمر دون إطالة للتمرين الثالث إليك رصومات ألفة وجيم التي تمثل تفكك كثلة سخرية واحد رتب الرصومات حسب تسلسلها الزمن مع الشرح اثنان تعرف على العنصر واحد وحدد مصيره بعد نقله بفعل الرياح ثلاثة تؤثر الرياح على المنظر الصحراوي أكثر من المنظر التلي فسر ذلك وأخيرا أذكر دور آخر للرياح مع شرحه نمر دون إطالة لمناقشة وحل التمرين الثالث تيب الرصومات حسب تسلسلها الزمن مع شرح بسيط إذن المرحلة جيم هي المرحلة الأولى لماذا؟ لأننا نلاحظ في الصورة صخر به شق صغير المرحلة ألف هي المرحلة الثانية لماذا؟ لأننا نلاحظ نفس الصخر أصبح به شق كبير وبذلك فهذه هي المرحلة الثانية طبعا هذا الشق الكبير نتج عن زيادة حجم الشق الصغير بفعل مختلف العوامل المناخية المرحلة با هي المرحلة الثالثة والأخيرة كيف عرفنا ذلك؟ لأننا نلاحظ نفس الصخر أصبح منقسما إلى قسمين ويوجد بين هذا الصخر أو بين الكتلتين الصخريتين توجد صخور متفتتة وحصى وقطع صغيرة السؤال الثاني التعرف على العنصر واحد وتحديد مصيره بعد نقله إذن العنصر واحد هو عبارة عن صخور متفتتة قد تكون حصى أو حبيبات متفتتة إذن مصيره هو نقله ثم ترسيبه في أحواض الترسيب في شكل صخور جديدة طبعا ستشكل لنا فيما بعد تضاريس جديدة السؤال الثالث تؤثر الرياح على المنظر الطبيعي لماذا تؤثر الرياح على المناظر الطبيعية الصحراوية أكثر من التلية؟ طبعا تؤثر الرياح على المناظر الصحراوية أكثر من المناظر التلية لأن صخور المنظر الطبيعي الصحراوي هي عبارة عن صخور متفتتة وبالتالي يسهل نقلها إضافة لغياب الحواجز الطبيعية المتمثلة في الغطاء النباتي الذي يعمل على صدها أو إيقافها أما بالنسبة لصخور المنظر التلي فهي أولا متماسكة يصعب نقلها دون حدوث عملية الحد إضافة إلى وجود غيطاء النباتي يعتبر كحاجز طبيعي أمام الرياح أن يمنعها أو يعيقها عن عملية حد الصخور وعملية نقل مختلف عبيباتها أخيرا سؤال الأخير دور آخر للرياح مع شرحه الدور الآخر يتمثل في عملية حد الصخور إذن تعمل الرياح على عملية حد الصخور وتفتيتها إلى قطع صغيرة والآن نمر دون إطالة للوضعية الإدماجية إذن تعرضت منطقة صناعية تحتوي على تضاريس مختلفة منها الهضاب الموجودة في الوثيقة رقم واحد إلى هطول كميات كبيرة من الأمطار والتي تسببت في حدوث فيضانات ونتيجة لتسرب المياه عبر المنطقة أو القطعة الطبقة الصخرية واحد حدثت أكسد للصخور التي تشكل الطبقة رقم اثنين وحدوث تجاويف على مستوى المنطقة رقم ثلاثة ملاحظة تتكون الهضاب الموضح في الوثيقة رقم واحد من طبقات مختلفة هي الطبقة واحد الطبقة اثنين والطبقة ثلاثة كما تلاحظون بالوثيقة رقم واحد وثيقة رقم اثنين احتواء ماء المطر على كميات كبيرة من غاز سؤده إذن نتائج تحليل ماء المطر انطلاقا مما سبق واحتماطا على الوثيقتين ومكتسباتك القبلية أجب عما يلي أولا اشرح كيف تتشكل الطبقات الصخرية ثانيا كيف تفسر عبور أو تسرب ماء المطر للطبقة الصخرية رقم واحد ثلاثة كيف تفسر أكسدة الصخور المشكلة للطبقة الصخرية رقم اثنين وأخيرا كيف تفسر حدوث تجاويف على مستوى الطبقة الصخرية ثلاثة نمر دون إطالة لمناقشة وحل الوضعية الإدماجية إذن السؤال الأول شرح كيف يتشكل الطبقات الصخرية من خلال السياق يوسى ندرق واحد ومكتسبات القبلية فإن تشكل طبقات الصخرية يمر بالمراحل التالية المرحلة الأولى وهي عملية الحت حيث يحدث تحطم كل أو جزء للصخور بفعل الحرارة أو المياه أو الرياح ثانيا عملية النقل حيث يتم نقل المواد الناتجة عن عملية الحت بواسطة الرياح والمياه إلى أحواض الترسيب ثالثا عملية الترسيب حيث يحدث ترسيب المواد المنقولة في منخفضات اليابسة أو البحار ومع مرور الزمن تتشكل تضاريس جديدة ثانيا كيفية تسرب ماء المطر للطبق رقم واحد تسرب ماء المطر للطبق رقم واحد يرجع لأن الصخور نفوذة إذن تسرب يرجع لأن الصخور طبيعة وهي صخور نفوذة أو بها تشققات تسرب منها الماء إذن يوجد تفسيران إما أن الصخور نفوذة يمر من خلالها الماء أو أنه توجد بهذه الصخور الصلبة توجد تشققات سمحت بتسرب الماء للطبق رقم واحد سؤال الثالث تفسير أكسدة الصخور المشكلة للطبق رقم اثنين إذن نرجع ذلك لاحتوائي هذه الصخور على معدن الحديد الذي يتأكسد في وجود الأكسوجين إذن الحديد يتأكسد في وجود الأكسوجين والرطوبة ليتحول إلى أكسيد الحديد وصدى وهذا ما يجعل الصخرة هشا وسريع التفتت السؤال الموالي تفسير وجود تجاويف بالطبقة الصخرية رقم ثلاثة من خلال السياق والسند رقم اثنين ومكتسبات القبلية فإن تشكل تجاويف بالطبقة الثالثة دليل على أن الصخور المشكلة لهذه الطبقة هي صخور قلسية والتي من خواصها الإنحلال في وجود الماء المشبع بغاس أدو إذن هنا المياه الأمطار المشبهة بغاس أدو هي عبارة عن أمطار حمضية مشكلا في حمات الكالسيوم التي تجرفها مياه الأمطار وهذا ما يؤدي لتشكل تجاويف بالصخور إذن الأمطار الحمضية تؤدي أو تتفاعل مع الصخور الكلسية وبالتالي تتشكل تجاويف في هذه الصخور إذن هذه سلسلة سامارين مع وضعية إدماجية قدمتها لكم بهدف التحضير الجيد لفرض الفصل الثالث وامدحان الفصل الثالث أرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم أبناء التلاميذ لمزيد من الاستفسارات أتركوا لي تعليقات وسأجيبكم بإن الله تعالى دمتم أبناء طيبين وإلى لقاء أخر